ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعتزم حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بمحرك البنزين في أفق العام 2035 وذلك بهدف إنجاح الانتقال نحو استخدام أكبر للسيارة الكهربائية صحيفة نيويورك تايمز أوردت أن كاليفورنيا ستنفذ خطة واسعة لوقف بيع السيارات الجديدة بمحرك البنزين هذا القرار يعد بمتابة ثورة سيكون لها آثار كبرى على الجهود المبدولة لمكافحة التغير المناخي وتسريع الانتقال العالم نحو السيارة الكهربائية وحسب الجريدة فإن القرار الذي أصدره مجلس موارد الهواء في الولاية سيفرد بحلول العام 2035 أن تكون 100% من مبيعات السيارات الجديدة في الولاية خالية من بيعاتات الوقود الأحفورية حاكم ولاية كاليفورنيا جافن يوسم في بيان أشاد بالقرار الأكتر نجاع الذي اتخذته الولاية السيارات النظيفة بداية حلقة جديدة وسيتطلع العالم بها إلى الأمام والتفكير في التغيير المناخي والإنتاجات النظيفة